الشعور بالحزن، الكآبة، الشعور بعدم المتعة، عدم الاستمتاع وعدم الرغبة بالقيام بالأمور التي كنت أستمتع بالقيام بها في حياتي الشعور بالفراغ، الشعور بالذنب الشديد، وشعور بعدم القيمة كثير من هذه الأعراض تحصل عند كثير من الناس ولكنها أحيانا تكون أعراض شديدة تؤدي إلى اختلال في الحياة وتؤدي إلى إعاقة حقيقية في حياة الناس في هذه المادة سنتكلم عن الاكتئاب وتعكل المزاج وما هو أثر ذلك على حياة الناس سنفهم ما هي جوانب هذه المشكلة وما الذي يجعلها عند كثير من الناس تبقى بشكل مستمر ومعاناة مستمر حقيقية ثم سنتكلم عن خطوات عملية لنبدأ بها في خطوة على طريق العلاج لذلك قد تحتاج أن تحمل معك ورقة وقلم أو أي شيء تكتب عليهم ملاحظات لأننا سنخرج بخطوات عملية تحتاج أن تأخذها بجدية وهذا أيضا يحتاج منك تركيزا فإذا كنت منشغلا بشيء معين أو حولك عدد من الناس ومنشغل بشيء اجتماعي ولا شيء معين أنصحك بتأجيل هذه المادة لوقت تكون فيه أكثر تفرغا لأنها تحتاج منك تركيز حقيقيا لتخرج مما أنت فيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ابتداء عليك أن تعرف أن كثير من هذه الأعراض أعراض أشعور بالفراغ أشعور بالحزن أشعور بالكآب نوع الماء أشعور بعدم المتعة بالأشياء التي كنت تستمتع فيها في حياتك هذا كله يحصل عند كثير من الناس ولكن يحصل بدرجة مراضية ودرجة معيقة للحياة عند نسبة أيضا لا بأس بها من الناس تصل إلى ربع الناس على هذه الأرض خلال فترة حياتهم صحيح أن هذه الأعراض قد تكون أعراض عابرة عند كثير من الناس ولكنها أحيانا تكون مستمرة عند عدد آخر من الناس قد تستمر لأيام أحيانا أسابيع أحيانا شهور بل سنوات وكأن الحال دخول في دوامة من الكآبة دوامة تدور وتدور ولا تعرف كيف تخرج منها تؤثر على الحياة بشكل واسع جدا تؤثر على الحياة الاجتماعية على الحياة الأكاديمية الدراسية الحياة الأسرية وهكذا فإذا كنت في هذه الدوامة قد تشعر بصعوبة معرفة طريق الخروج من هذا ما الحل؟ من يفهمني؟ من من الممكن أن يستوعب ما أقول؟ هذه المشاعر التي لا أستطيع التعبير عنها بشكل جيد كيف سيفهمها الآخرون؟ طيب حتى لو استطعت التعبير عنها هل حقا سيستطيعون الشعور به؟ كل هذه التساؤلات تخطر على قلب ذلك الإنسان يشعر بهذه المشاعر الصعبة شعور بالحزن، شعور بالفراغ، عدم المتعة، عدم الرغبة بالقيام بالأمور التي كنت أستمتع فيها مشاكل في الأكل قد أفقد الرغبة وأفقد الشهية بالأكل وقد يشعر الإنسان بشراها للأكل يأكل بشكل شرح ولكن بدون استمتاع حقيقي مشاكل بالنوم أضع رأسي على الوسادة ساعة، ساعتين، ثلاث ولا يأتي النوم ثم إذا أتى النوم لا يكون نوم هنيئ أستيقظ بالليل مرة ومرتين وثلاث ثم بعد أن أستيقظ أشعر وكأن جسمي متكسر وكأنه كان في معركة لم أكن نائما مشاكل في التركيز، لا أستطيع التركيز في شيء أشعر أن جسدي تأثر بكل هذا أشعر أن جسدي فعلا ليس فيه الطاقة الكافية للقيام بأي شيء أشعر بالتعب عام في جسدي شعور بالذنب، شعور بأنه لا قيمة لي لا قيمة للحياة أصلا أنا لا أستطيع القيام بشيء، لا أستطيع الخروج مما أنا فيه كل هذه المشاعر الصعبة تجعل من المهم أن نبحث عن سببها ونبحث عن علاجها ولذلك سنحتاج أولا أن نفهم ما الذي يحدث لنستطيع علاجها من المبشر مع كل هذه العراض التي تكلمنا عنها الكثير منها سلبي ولكن من المبشر أن هناك علاجات لهذه العراض وأن هناك آلاف بل ملايين الحالات المدروسة في العالم التي قد ثبت أن هناك أنواع من العلاج قد تساعد في هذا منها ما هو علاج دوائي، علاج معرف السلوكي، علاجات نفسيها أخرى ومنها أبواب الإيمان العظيمة سنتكلم عن شيء من الإلاج معرف السلوكي وأبواب الإيمان المفيدة في هذا الجانب إحدى المعيقات الأساسية التي يجدها من يعاني من مثل هذه الأعراض أنه ينظر إلى من حوله وكل من حوله يظن أن هذه مجرد أعراض عابرة ستذهب لوحدها، يعني مجرد أنه شدحي لك يعني إن شاء الله خلص تمشي الأمور وهكذا بل أحيانا قد يصدق هو هذا الكلام ويتقمصه ولا يخرج مما هو فيه قبل أن نبدأ بفهم الأمر وقبل أن نبدأ بالعلاج يجب أن تعلم أن العلاج يبدأ خطوة بخطوة وأن التغيير الكبير يحتاج تغيير صغير أولا بأول فمعظم النار من مستصغر الشراري عليك أن تعلم أن الإنسان بشكل عام يعمل على ثلاثية الأفكار والمشاعر والسلوكات فالإنسان لديه أفكار، الأفكار هذه تؤدي إلى مشاعر المشاعر هذه تؤدي إلى إحساسات حتى جسدية وسلوكيات لا أريد أن أعقد الأمر عليك ولكن أنت قد تعي كثير من الأعراض التي لديك ولكنها في خانة المشاعر والسلوكات فأنت تشعر بالحزن أو تشعر بالذنب تشعر بالتوتر والغضب تشعر بعدم الاستمتاع تشعر بالفراغ هذه المشاعر وهذا يؤدي أحيانا إلى إحساسات جسدية معينة تشعر بالتعب العام تشعر بالوهن أحيانا تشعر بآلام في جسمك آلام عامة هكذا آلام بالبطن آلام بالظهر آلام بالرأس وهكذا قد تفقد شهيتك للأكل ولا تستطيع النوم بشكل مناسب في كثير من الأحيان أيضا قد يكون هناك سلوكيات أنت تعرفها من نفسك فأنت تركت كثير من الوظائف الحياتية المهمة تركت كثير من الأمور المهمة في حياتك من الواجبات بل حتى من الأمور التي كنت تستمتع فيها قد تركتها في فهمنا للاكتئاب نقول أن هذه الأعراض ليست هكذا بالهواء وإنما لها سبب وهي الأفكار الكامنة خلف هذه المشاعر وخلف هذه السلوكات فهناك أفكار مثل أنا فاشل أنا غير مسؤول أنا لا فائدة مني أنا أقل من غيري لا أستطيع الخروج مما أنا فيه أنا لا أستطيع القيام بشيء مفيد أنا أصلا لا قيمة لي في هذه الحياة مثل هذه الأفكار التي تكون عند الإنسان المكتئب تؤدي إلى المشاعر التي يشعر بها وتؤدي إلى السلوكات التي يفعلها في حياته كثير من هذه الأفكار تكون أفكار عابرة تأتي على شكل خواطر عابرة وأصلها أفكار عميقة في النفس البشرية قد لا يعيها هو بشكل صحيح ولذلك يجب علينا أن نبحث عنها ونعالجها أولا بأول المشكلة المستمرة التي تكون في الاكتئاب أن هذه الأفكار تؤدي إلى المشاعر المشاعر التي هي شعور بالذنب شعور بالحزن شعور بالغضب شعور بالتوتر شعور بالفراغ شعور بعدم المتعة وهكذا هذه المشاعر تؤدي إلى سلوكات كما قلنا تؤدي إلى أن أترك الوظائف المهمة في حياتي أترك واجبات عليه أترك الأمور الممتعة التي كنت أستمتع فيها وهذا أيضا يكون مع شعور بالوهن والتعب العام وهكذا الآن هذه المشاعر وهذه السلوكات ستغذي الفكرة الأصلية أكثر وأكثر لأن كل ما تركت أنا الوظائف المهمة التي كنت أقوم فيها في حياتي وكل ما تركت الأشياء الممتعة التي كنت أقوم فيها في حياتي سيزداد عندي الشعور بالفراغ والشعور بالذنب والشعور بالحزن وسأؤكد لنفسي الفكرة الخاطئة التي لدي أني فاشل وأني لا أستطيع أن أفعل شيء وأني غير مسؤول وأني لا أتحمل مسؤولياتي بشكل مناسب وأنه لا فائدة مني فكلها يؤدي إلى بعضه البعض وتبقى هكذا دائرة مغلقة مفرغة تتعاضد فيها الأفكار السلبية ومع المشاعر السلبية مع السلوكات السلبية وهكذا المبشر أن هذا الأثر بين الأفكار والمشاعر والسلوكات ليس فقط بين الأفكار السلبية والمشاعر السلبية والسلوكات السلبية بل حتى إذا عالجت هذا الأمر وأصبحت عبارة عن أفكار إيجابية وسلوكيات إيجابية فهذا أيضا يعين في هذه المسألة فكما أن الأفكار السلبية تؤدي إلى مشاعر سلبية والمشاعر السلبية تؤدي إلى سلوكيات سلبية فمثلا فكرة أن إنسان فاشل هذا يؤدي إلى شعوري بالحزن شعوري بالحزن يؤدي إلى شعوري بالتعب وتركي للأمور الممتعة في حياتي ثم شعوري بالحزن وتركي للوظائف وتركي للأمور الممتعة يؤدي إلى تأكيد الفكرة السالبة كذلك الأمر الأفكار الموجبة والمشاعر الموجبة والسلوكيات الموجبة ستعالج هذا الأمر أولا بأول أن نتذكر أن العلاج يبدأ خطوة بخطوة ولا يتوقع علاج مفاجئ يحسن الأمور من مرة واحدة وإنما نبدأ بدايات صغيرة نحو الهدف الكبير فلنبدأ العمل بسم الله أريد منك تمرين بسيط تمرين بسيط نحو الهدف العظيم تمرين له أثر كبير على النفس البشرية ولكن عليك أن تقوم به قد يخطر على ذهنك أفكار مثل ما فائدة هذا التمرين قد لا يفيدني أنا أعرف هذه الأمور ولكن أتصور أنها لا تهيدني في حياتي إذا خطرت على ذهنك هذه الأفكار أقول لك اجرب معي لعلك حاولت كثيرا ولم تستطع الخروج مما أنت فيه فلماذا لا تجرب هذه المحاولة خاصة وأن غيرك استفاد منها وكما قلت لك فالأمر يبدأ بخطوات بسيطة حتى لو استصغرتها ذهنيا ولكن لها أثر كبير إن شاء الله ستحتاج ورقة هذه الورقة تكتب عليها أيام الأسبوع اتداء من اليوم فإذا كان اليوم مثلا الأحد تبدأ الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت طب إذا كان اليوم الخميس تبدأ من الخميس إلى الأربعاء القادم وهكذا تكتب سبع أيام من اليوم وتكتب ترويس لهذه الورقة الحمد لله أني قمت به وتبدأ من اليوم تسجل بجانب كل يوم فقط تكتب ثلاث أمور فعلتها اليوم ثلاث أمور فقط ثلاث أمور تعتبرها من الأمور إما المفيدة أو من الأمور الممتعة التي فعلتها اليوم فقط هكذا هذا ما هو مطلوب بسيط كل يوم تكتب بجانبه واحد كذا ثنين كذا ثلاث كذا هذا هو التمرين الأول وهناك تمرين آخر موازن له ستقوم به أيضا في هذا الأسبوع وهو أن تأتي بورقة أخرى هذه الورقة تقسمها على شكل جدول الخانة الأولى من الجدول فيها المواقف الخانة الثانية فيها الخواطر والأفكار الخانة الثالثة فيها المشاعر الداخلية الخانة الرابعة فيها السلوكات هذه الورقة ما ستكتب فيها باختصار أنه في كل يوم من أيام الأسبوع هذه أيام الأسبوع السبعة ستكتب موقف معين أثر فيك أو لعله موقف يعني استوقفك أو تفكرت فيه شيئا ما ستكتب هذا الموقف باختصار وتكتب بجانبه ما هي الأفكار والخواطر التي خطرت على ذهنك عندما كنت في ذلك الموقف عندما حصل معك ذلك الموقف مثلا كان هناك مشكلة بينك وبين أخيك سمعت كلمة لم تعجبك سمعت خبرا معينا وهكذا هذا الموقف ما هي الخواطر التي خطرت على ذهنك ما هي الأفكار التي أتت على ذهنك وستكتب في الخانة الثالثة الشعور كثير من الناس قد يخلط بين الشعور والخاطرة باختصار الشعور قد يعبر عنه بكلمة واحدة مثل الحزن الغضب التوتر هكذا كلمة واحدة في حين يجي آخر حتى لو حتى لو وصفته بأنك شعرت بكذا وكذا وكذا فإذا كان هناك شيء تفصيل تكتبه تحت اسم الخواطر وإذا كان هناك شيء بكلمة واحدة هذا من المشاعر وفي الخانة الرابعة تكتب سلوكاتك ماذا فعلت وماذا لم تفعل قد يكون السلوك تجنب قد يكون السلوك هروب ولد منك أن تكتب هذا قد تقول لنفسك ما فائدة هذه التمرينات هناك عدة فوائد لمثل هذه التمرينات سنتكلم عنها بعد أن تقوم بهذه التمرينات ولكن مبدئيا أقول لك أن التمرين الأول الذي تراقب فيه أفعالك اليومية وإنجازاتك اليومية حتى وإن كانت إنجازات صغيرة جدا ولكن أن تراقب أمور ممتعة قمت بها اليوم أمور مفيدة أو مهمة قمت بها اليوم فتكتبها هذا أمر مهم جدا ليساعدك على تقدير نعمة الله عليك أنك قد أنجزت شيئا في حياتك وأن تكسر تلك الفكرة التي تقول أنه لا فائدة منك وأنه لا قيمة لهذه الحياة وهكذا وفائدة التمرين الثاني هو التمرين لكي يعينك على معرفة نفسك بشكل أكبر لكي تعرف ما هو أصل تلك المشاعر وتلك السلوكيات التي تقوم بها في حياتك لتعرف ما هي الأفكار والخواطر التي تخطر لك عند المواقف وتعالجها كيف سنعالج هذه الأمور؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد أن تقوم بهذا التمرين لذلك سأطلب منك الآن لو تكرنت أن توقف هذه المادة ثم تأتي في الأسبوع القادم بعد أن تقوم في هذه المادة ممكن بعد يومين ثلاث ممكن بعد أربع أيام ولكني أنصح بعد أسبوع ولكن بحسب ما تراه أنت مناسبا بعد أن تقوم بهذا التمرين سترجع إلى هذه المادة وتشاهدها من البداية ولكن في المرة القادمة أريد منك أن تكملها إلى النهاية ولكن الآن توقف لك طيب لعلك في هذه المرة شاهدت هذه المادة من البداية لتراجع ما تكلمنا فيه ولعلك قد اكتشفت أن كثير من الذي تكلمنا فيه هو حقيقة واقعة في حياتك وفي حياة الناس ولعلك قد قمت بمحاولة للقيام بالتمرين وهذه هي مراجعة للتمرينات التي أخذناها في المرة الماضية ابتداءا أريد أن أتكلم مع ذلك الذي نوى أن يقوم بالتمرين ولكنه شعر بأنه لا فائدة منه وأنه حاول بشيء أكبر من هذا ولم يستطع أريد أن أقول أن هذا هو المقصد بالضبط أنك لم تستطع القيام بالأمر الأكبر لأنك قد توقعت من نفسك أمرا أكبر مما ينبغي الشعور بأن مثل هذا التمرين البسيط لا يعمل ولن يستطيع أن يعمل ولن يستطيع أن يقوم بشيء مع حالتي التفكير بمثل هذه الطريقة هو ما يجعل المعاناة مستمرة لأن الإنسان يحاول بما لا يستطيع ولكن علينا أن نبدأ خطوة بخطوة مما نستطيع فهذا إن شاء الله ما تستطيعه وهذا يقرب لك الأمر ويقربك إلى المطلوب البعيد إن شاء الله أما من مشى معنا على هذا التمرين وأخذه بجدية وكتبه على الورقة وأراد أن يبدأ وفعلا بدأ ولكنه لم يكتب الكثير كتب يوما أو يومين ثم لم يجد شيئا أو كتب في كل يوم ولكنه لم يجد إلا إنجازا واحد أو إنجازين اثنين ولم يجد ثلاثة أريد أن أقول أني أنا لا أطلب من هذه الإنجازات أن تكون فتح الأندلس مثلا ولا أريد إنجاز عظيم جدا بل أريد إنجاز مفيد أو إنجاز ممتع كلها إنجازات مجرد أن تستيقظ صباحا وتقوم بما هو مطلوب منك هذا إنجاز أن تصلي صلواتك هذا أعظم إنجاز أن تجلس مع والدك مع والدتك هذا إنجاز أن تقدم نصيحة لأحدهم هذا إنجاز أن تستمتع بكأس شاي شربته وحمدت الله عليه هذا من أهم الإنجازات إذن أريد منك خلال الأسبوع القادم أن تراجح هذا التمرين ولكن أن ترجع إليه وأن تقوم به بهذه الصورة بهذا النمط بهذا الشكل بهذه العقلية أن تراجع نفسك وأن تعتبر كل هذه الأمور إنجازات طب قد يسأل السائل طب لما لم تقل لنا هذه الأمور من الأسبوع الماضي لما جعلتنا نوقف التسجيل ونوقف هذه المادة ثم نرجع للأسبوع الذي إليه لأني أريد منك أن تجرب هذا بنفسك تجربة الأمر قبل أن تعرف كثير من تفصيلاته ستقنعك بذلك إقناعا حقيقيا أنا لا أريد منك أن تأخذ كلامي كله هكذا مجرد كلام أريد منك أن تطبق أن تجد من نفسك أنك قبل أن تعرف هذه التفصيلات كنت لا تعتبر كثير من الأمور كنت لا تعتبرها شيئا لا تعتبرها إنجاز لا على المستوى الحقيقي من ناحية الإنجاز الواجبات وإنجاز الأمور التي هي وظيفة عليك ولا تعتبر الأمور الممتعة التي قمت بها أمورا ممتعة مع أنك قمت بها على الحقيقة فعندما تعيش هذه الحالة أن يمر عليك أسبوع من الزمان وأنت تسجل ولا تستطيع أن تسجل هذه الأمور الظاهرة جدا هذا يجعلك أكثر قناعة بأن هناك تأثير حقيقي بين المزاج والحالة الشعورية وبين ذلك وبين الأفكار العميقة وبين ما يعتبر ولا يعتبر وهكذا يعني ما تعده شيئا وما لا تعده شيئا ما تعتبره إنجازا وما لا تعتبره إنجازا ما تعتبره شيئا ممتعا وما لا تعتبره شيئا ممتعا فالمقصد أن الأفكار والمشاعر والسلوكات بينها تداخل وتدافع وتأثير بينها البين أما التمرين الثاني فماذا حصل معك فيه؟ كان التمرين فيه أربع خانات على شكل جدول خانة تكتب فيها المواقف الأفكار المشاعر السلوكات المقصود بهذا باختصار أن تراقب نفسك وأن تكون أوعى أكثر وعياً يعني أكثر وعياً لمشاعرك ولسلوكاتك وللأفكار التي هي أصل لهذه المشاعر ولهذه السلوكات طبعاً كثير من الناس قد لا يجد ما يكتب ولذلك سأذكركم مرة أخرى أن مسألة المواقف قد يكون موقف ذهني تماماً يعني أن تكون هكذا جالس بينك وبين نفسك فتذكرت شيئاً معيناً هذا موقف لوحده هذا موقف وعليك أن تسجل ما هي الخواطر التي خطرت عليك الشعور السلوك وغاكذا ما أريده منك أن تقرأ هذه المواقف أن تقرأها الآن كأنك تقرأ لإنسان آخر أن تقرأ تقرأ هذا الإنسان ماذا يحصل معه ولماذا يفكر بهذه الطريق وتنظر إلى أثر هذه الخواطر وهذه المشاعر وهذه السلوكات أن تنظر إلى أثرها السلبي في حياته ثم أن تسأل نفسك هذا السؤال ما هي الخواطر التي تغلب عليك والتي تسيطر عليك بشكل أو بآخر وتؤدي إلى كل هذا ابحث عن هذه الخواطر وابحث عن حل لها قد تحتاج إلى استشارة قد تحتاج إلى أن تسأل أهل العلم ولكن في كثير من الأحيان أنا أعلم أنك تعرف الإجابة ولكن أصلا عليك ابتداء أن تشخص المشكلة لتستطيع إجابة السؤال لعلي في نهاية الكلام أعطيك تمرين سريعا ولكنه قد يشغلك باقي الحياة وهي أن تكتب الأمور المفيدة والأمور الممتعة التي يمكن أن تقوم بها خلال الأسبوع القادم فقط اكتبها هكذا اكتبها غير مرتبة اكتبها على ورقة واجعل قاعدة لديك قول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب ما معنى هذا الكلام؟ معنى متى ما وجدت لديك الفراغ للقيام بأي شيء من هذه الأمور فافعله وترك أفكار وهم الكمال أنه يجب أن تقوم بها كلها على الوجه الصحيح والوجه التمام لا إنما حاول أن تستعين بالله وأن تقوم بذلك متى ما استطعت وكيف ما استطعت هذه كلمات سريعة لكي تساعد نفسك أدري أنها ليست برنامجا متكاملا ولكنها مساعدة على الأقل تبدأ بك لتخطو أول خطوة في طريق العلاج ومساعدة نفسك بنفسك السلام عليكم